طيب دكتور كشف الرئيس التنفيذي لشركة فايزر إيربرت بوريلا على ما أعتقد السبت أن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لفايرس كورونا سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة دكتور داما أسأل هذا السؤال طيب هذا الرئيس التنفيذي لما يتحدث ويقول أنه لابد أن يكون هناك جرعة واحدة فقط وهي بالطبع أفضل من الجرعات التنشيطية لكن على ماذا بنى هذه الدراسة وكيف بنى أنه سيستمر هذا المرض دكتور أعتقد من المبكر جدا التحدث في هذا الموضوع عن لقاح سنوي مثل لقاح انفلونزا لكورونا لأن هذا وباء مختلف عن انفلونزا ورئيس شركة فايزر ليس جهة علمية حتى تتنبأ بسلوك الوباء في اعتقاد أن فايزر تتمنى أن يستمر هذا الوباء إلى الأبد صحيح فالشركات المصنعة للقاحات والمستفيدة من هذه الجائحة بلا شك أنها أثرت ثراء كبيرا من خلف هذه الجائحة ولكن في نهاية المطاف نحن نتبع المنهج العلمي إذا ثبت أنه تحول إلى فيروس موسمي فبالتالي بلا شك تطعيم سنوي ضد هذا الفيروس سيكون هو المنهج ولكن إذا انتهى الوباء في حالته الحالية وظل محصورا في أماكن محدودة أو مناطق محدودة أو لم يسبب أمراض شديدة قد لا يكون هناك داعي لجرعة رابعة أو خامسة أو حتى لجرعة سنوية لكنه من المبكر التنبؤ بالسلوك الفيروس في الأشهر القادمة أو حتى تحوله إلى فيروس موسمي وإن كان هذا التوقع الشخصي بناء على البيانات المتاحة أنه ربما سينتهي كجائحة على فصل الربيع أو بداية الصيف القادم وربما يتحول إلى فيروس موسمي في العديد من دول العالم ولكن هذا الفيروس فأجان عدة مرات منذ بداية الجائحة فلذلك إن لم يحصل طفرة أو تغير خارق لهذا الفيروس وتحوله إلى حلالة أكثر ضراوة في اعتقادي أنه في طريقه إلى انتهاء كجائحة بإذن الله بإذن الله كلام معنا استشارة مرض الباطنية وصدرية وزراعة ريالة دكتور صالح الدمس شكرا لك دكتور صالح على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل